اشتركوا في القناة هؤلاء كذبوا فإنهم لم يعملوا بالقرآن لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فقضوه وما نهاكم عنه فانتهوا تقل الله إن الله سديد العقاب وقال جل وعلا لنبيه أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا أنزلت السنة كيف يبين القرآن ما الذي يفسر القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن فالذين ينفرون السنة هؤلاء إن كانوا معتعمدين لذلك هذا تكديب للرسول صلى الله عليه وسلم أي يكون هذا كهر مردة أما إذا كانوا زهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر جاءوا إلى عمر بن عز العزيز رحمه الله فقالوا له هذه المقالة فقال رضي الله عنه الله جل وعلا قالوا أقيموا الصلاة كم عدد الركعات وما هي أوقات الصلاة وكذلك الله قالوا آتوا الزكاة كم المصاب وكم المقدار الذي يخرج الزكاة فاحتاروا عند ذلك ولم يستطيعوا الإيجابة فافحمهم رحمه الله فدل هذا على أن القرآن لا أبد معه من السنة والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن تفسر القرآن وتبينه وتوضحه تدل عليه